ها هو الوري لكم وجل الويبيرا وضعتهم في هذا المهنة في التبصيب لكي يطلق لديك زيت الكوكور نحن عارفين بأنه يكون جامد زغبة سوف نقول لكم المكونات التي سوف نقوم بها في فروة الرأس هي زيت القطران اللي اشتماعي في اخر فيديو وزيت الخروع اهلا ورداتي كدير كانت تمنى تكون وكلكم باخر بصحة جيدة اليوم نهار جديد معي في فيديو بديو اليوم سوف ندير معكم وصفة الشعر انا بديت كالحك اللي هي زوينة وتقوى الشعر وضع هذه الحكاة اللي تأتي مرة مرة في الراس انا ده تقريبا اشي يومين ولا حصة براسي يعني غير كي قرصني راسي بها غير نبقى الحك هذا ماشي انني مكان اغسل شعري او لا ده بغيبا لكم شوية ميد من هنا حيث انا شعري دهني يعني تقريبا نهار اه نهار اللخص نغسله او ليلة تعطلت عليه نهار اهل يومين الله كي يقول كله مزيت يعني ملصك ماذا نبقى نقول لكم لأول مرة نشاهد القناة ديالي هذه مرة اضعيكم في اللي اول مرة نشاهد القناة ديالي وعجبات القناة تعجبان محتوى لا تنساش تابعون عندي وتستطيع زر الجرس باش تصل بأي جديد وما تنسونيش لايكا البنات دابا ندوزو الوصفة ديالنا وفي الفيديو ندوزو دابا الوصفة ديالي سيحتاجون لها هذه الوصفة سيكون فيها 4 مكونات بعض الوصفة مكونات قد رأس فروة ديال الشعر البنات وعض الوصفة سيكون في البواد فرفة شعر لنا افضل مكونات نقول لكم بالمكونات اللي انني يدروهم في فروة ديال الرأسة واو في الجلد ديالرسلنا هي زيت القتران وزيت الزئرور والزيت الخرواع زيت القتران انا كنت ذكرت لكم بانه او قيضي القشرة وها اتكيت لكم مرة مثلا تشعر الجلدة في رأسكم تريد أن تتحدثها أو بالنسبة للبنات التي تقلسي رأسكم بحالكم تقلسي الجلدة تشعر بها تضرق بعد مرة تتوقع يعني يقوي الشعر يطور الشعر و ينوض الشعر إذا كان لديك فراغات أو هاجة طبيعة الحال البنات مع المداومة وزيت الخروات هو معروف الشعر أنه يكثر شعر و ينوض لنا الشعر في البلايس التي لديها فيها الفراغات ولكن مع المداومة البنات الوصفة الطبيعية لا يوجد وصفة مرة أو ججلتاتها و تقولي صافرة شعري أو حريري أو لف الوجه أو لف أي حاجة لبناتها ضروري خاصة المداومة المداومة بالنسبة لي أن هذه الوصفة سأقوم بغير الفراغة في جلدة الرأس سأشق بها شعري أما بالنسبة لهنا حيث عندي هنا شمية كي يكون ناشف العكس هذا الشعر اللي نابت هنا كي يكون ميد هناك يكون ناشفة إلا أن تغير الجلدة الشعر اللي الذي سوف يدوه الشعر اللي سوف يكون ناشفة لهذا سوف يحتاج الوصفة مثل ماسك نقول له ماسك سوف نرطب به هذا المسك هذا مرطب الشعر يرطبه يحيد منه إذا كان الشعر اللي فالأخي يكون ناشفة بثائف البنات يرطبوا بها يدوه الشعر اللي يتجربون بشكل جيد 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 هذا المسك لا يجعل الشعر يبقى يتقصر بطبيعة الحال لأنه كان لديك تجربة هذه الوصفة سوف يكون لديك نتيجة لا يجعلون بشكل جيد لأنه فيه زيت الكوكو زيت الكوكو سوف نعرفين ونحن نعرفين وفيه جيل الويفيرا بالنسبة لشعر إذا كان لديكم شعر من تحت البنات لا تقوم بشكل جيل الويفيرا تقوم بشكل جيل الويفيرا تقسمتها معكم فيديوهات سوف يكون زيت الويفيرا سوف نخلط هذه الوصفات بجوجة للناس كل وصفان نخلطها بحدها وسوف نعود عليه معلقة صغيرة من زيت الخروع وعاشق صغير من زيت الكوكو هذا هو الويفيرا وهذا هو الويفيرا وضعتهم في قليل ما في الطبس لكي يطلق لي زيت الكوكو نحن نعرف بأنه يكون جامد وأنا أريد أن يطلق يرجع زيت يعني تقريبا معلقة من كل شيء سوف ندوز ونشد هذه الخروع مع زيت القطران سوف نشقق بها الشعر كامل سوف نعرف سوف نصور لكم غير قليلا لكي يتخذوا فكرة سوف نحاولون بحلاقة طريقة دائرية لكي تشرب لها في فروة الرأس البنات تردو البال سوف تكون مجهد لكي يطلق لي لكي يتخذوا مدة طويلة في شعر لكم أطول مدة ممكن لكي يتخذوا خمسة وعين دقيقة يعني تخذوا ما بين خمسة وعشرين دقيقة حتى خمسة وعين دقيقة لا تطولي فيها كثيرا لكي تردو الوصفة سوف تتخذها مدة طويلة لكي تستفد منها ليس لم تكن عندها ليس لكي تردو الوصفة مدة طويلة لكي تطبقتها بطريقة صحيحة وحاولتوا تفاعلوا المساج ثم تشرب لكم الوصفة وصفة وعين دقيقة ليس لكي تجعلها مدة طويلة بالطبع الوصفة التي لا تخافوا لكي تجعلوهم مدة طويلة لكي يدركوا ولكن بحال الوصفات التي تكون في القطران أو التي تكون في التومة أو البصلة ستكون صعب قليلا يعني يضغير كي يهبط سوف يستمر بهذه الطريقة لذلك سوف نكمل الشعر ونرجع معكم لكي نخدم المسك في هذا الوصف طبقت هذا كزيت على الشعر كامل أو الزيوت أو الزيوت القطران نحاول نقوم بعمل المسك بهذه الطريقة طريقة دائرية ونحاول نقسم الشعر لكي نبدأ زيت الكوكم ونعجل الألوية من بعد مط القولية نأخذ الخاصة بحالها كبير نأخذ فيه الديا ونبدأ نطبق نحاول ندخل سبعاني في شعري شعران البنات يجب أن يكون مشوط لكي لا يوجد رأس بالنسبة للإقتران البنات نأخذ هذه الطريقة لكي تدلقوا في رأسكم لكي تدلقوا في رأسكم لكي تشعروا في رأسكم لكي تدلقوا في رأسكم ها وهو كلية البنات اللي غاد يقولوا مثلا زيت القتلان او لقتلان كي تتبقى الريحة في الشعر رأس هذه الطريقة غاد يشبق لكم الرحة نهائيا طريقة اللي هي غاد يتخذوا مليد سالي والدوش ديالكم غليان غليان تغليوا القهوة تأخذوا المادية لها وتشلوا بها الشعر ديالكم راح ما كتبقاش ريحة نهائية يعني يبتشي حاجة غادي تبقوش مغير حتى القهوة تخليوا هي اخر حاجة تديروها للشعر ديالكم ولكن الصفع والبنات ما يبقاش لكم مادية تخاف شعر ديالكم غير المادية للقهوة او لا غادي تاخدوا الزعتر والخزامة غادي تديروهم في المطائب حتى تسليوا الغسيل ديال شعر ديالكم كامل حتى تسليت والدوش ديالكم وكل شيء غادي تهزوا هادا كلمة ديال الخزامة مع الزعتر غادي تشلوا به الشعر ديالكم راح البنات ما ستبقى لكم لا ريحة نتشي حاجة كونوا اكيدي وبالنسبة لبنات اللي غالي كيقول لك لا رجلي ما كيبغيش ريحة القطرانة ولا بابا ولا اخويا ولا المهم في الدار فصونا الرجال ما كيحملوش هاد الروائح ما تسنيش احتراء يبغي يدخل باباك ولا رجلك ولا اخوك للدار هاد الوصفات استعمليهم اللي تكون اللي بوحدك في الدار يعني هي عندك الوخص استعمليهم ودوشي وغسلي شعراء كونش فيه وتهنا يقبغ ما يدخل لهم والدار او لا كمكتلكم باباكم اخوتكم هاد الشي اللي كاين ويمان غادي نستمر حتى غادي نكمل الشعر ديالي كامل هانتوما البنات من بعد ما كملت الشعر ديالي هاو جمعتو هنا يا سفنجة هكا وهنا حاولت غير رمشة طغية هاد شوية هاد ما تمشطوشها البنات الشعر ديالكم من بعد من اللي تديرو الوصفة باش ما يزيدش يطاح ليكم حيث مع الزويت كي بديت تلصق بالاحسر يكون رمشة من قبل انا حاولت غير هذه بلاصة باش ننزيرو بحال هاكده باش نستافذ اكتر انا حاليا انا بوحد فى الضردابةочно اذا كان معاكم مقام تفضو بضع غير ريحة او الزفوطة فزقوها بشكل جيد وعصوها بالمسخون وفق راسيك لتفضو اكثر من الوصفة كان الشعر كثير اذا كان بخصوص الوصفة كانت من ضعين لا نسمية ايضا لكم اتفكرت واحد المعلومة مهمة بالنسبة لبنات الذين يدارون لماش صفرين أو لمفتوح لون ديالهم لا تديروا القطران نهائيا لأنه يغمقهم ويرجعهم بنيين لبنات الذين يشعروا بلون مفتوح لا تستعملوا لا القطران ولا زيت القطران نهائيا سوف يفتح لكم لون ديال الشعر ديالكم أما البنات الذين يشعرون بني أو لا كحل فما في أولو تقدروا تستعملوا هنا البنات بقيت كنهضروا ولكن ستأتي الفيديو طويلة بثاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله